الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أصلي وأسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الحق جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم هذه الآيات الكريمة لو أننا نسير على نهجها ونقتفي أثرها في كل حين دوما لا يكون بيننا نزاع لا يكون بيننا خصومة لا يكون بيننا تناحر ولا تكالب على هذه الدنيا الفانية الحق سبحانه وتعالى قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله لا أحد أحسن قولا من الذي يدعو إلى الله ويعمل الصالحات قال السادة المفسرون يقصد بهذه الآية المؤذن الذي ينادي الناس للصلاة يذكر الناس بدخول وقت الصلاة أحسن قولا دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ليس فقط المؤذن وإنما كل من يدعو إلى الله كل من يعمل صالحا كل إنسان مخلص في عبادته في طاعته في إقباله على الله لا أحد أحسن قول منه ومن أحسن هنا استفهام إنكاري يقصد به النفي يعني لا أحد أحسن قولا من الذي يدعو إلى الله ويعمل الصالحات ويقول إنني من المسلمين أتبعها بقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة الحسنة لا تستوي مع السيئة قال ابن عباس رضي الله عنهما للحسنة ضياء في الوجه ونور في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب عباد الله وللسيئة سواد في الوجه وظلمة في القلب وضيق في الرزق وضعف في البدن وبغض في قلوب عباد الله فليختر الإنسان إما الحسنة وإما السيئة ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن يعني ادفع الإساءة بالإحسان كثير من المشاكل التي تحصل بين البشر بسبب تصميم الإنسان على الانتقام وعلى أخذ حقه بيده وعلى أن يكون هو المسيطر وفي هذه الحالة تتعمق الخصومة وتزداد ويزداد الشقاق ويزداد النزاع ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام يعني الذي يدفع بالتي هي أحسن هنا قال ادفع بالتي هي أحسن ماذا تكون النتيجة فإذا الذي بينك وبينه يعني اللي بينك وبينه عداء بينك وبينه خصومة هذا يصبح وليا حميما صديقا يعني تصبح محبة بعد عداوة الإنسان اللي يريح نفسه من الشقاقات والنزاعات والتكالب على الدنيا يعيش حياة هنيئة مريئة هو يتنازل عن بعض حقه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا يعني الجنة يعني العاقبة الحسنة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يعفون عن من ظلمهم ويعطون من حرمهم ويصلون من قطعهم ففي الحديث الشريف ثلاثة من كن فيه حسبه الله حسابا يسيرا أن تعفو عن من ظلمك وأن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة